اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها نشاطاً حول الأعداد المركبة والتحويلات النقاطية يهدف هذا النشاط إلى توظيف الأعداد المركبة لدراسة تحويل نقاطي ومركب تحويلين نقاطيين نص النشاط في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس OEG نعتبر النقط A, B و C التي لحقاتها ZA يساوي نقص 2 زائد 2E ZB يساوي 2 زائد 4E و ZC يساوي 5 نقص 2E أولاً اكتب العدد ZC نقص ZB على ZA نقص ZB على الشكل الجبري ثم استنتج نوع المثلث A, B, C ثانياً اكتب معادلة الضائرة γاما التي تشمل النقط A, B و C ثالثاً ما نوع التحويل G حدد عناصره المميزة؟ B عين لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحويل G جيم بيّن أنه يوجد تحاكي H مركزه B يحول النقطة D إلى C يطلب تعيين نسبته دال ما نوع التحويل H دائرة G حدد عناصره المميزة؟ والآن ننتقل إلى حل النشاط أولاً كتابة العدد ZC نقص ZB على ZA نقص ZB على الشكل الجبري ثم استنتج نوع المثلث A, B, C نذكر بلاحقات النقاط A, B و C لدينا ZC نقص ZB على ZA نقص ZB يساوي 3 نقص 6E على نقص 4 نقص 2E نضرب البص والمقام في مرافق المقام والمساوي لنقص 4 زائد 2E نجد 3 على 2E لدينا عمدة النسبة أي عمدة 3 على 2E يساوي B على 2 ومنه قص الزاوية الموجهة B, A, B, C تساوي B على 2 إذن المثلث A, B, C قائم في B السؤال الثاني ويطلب منا كتابة معادلة الضائرة غاما التي تشمل النقط A, B و C بما أن المثلث A, B, C قائم في B فإن A منتصف A, C هو مركز غاما و A, C قطراً لها لدينا ZE لاحقة النقطة A تساوي ZA زائد ZC على 2 وتساوي ناقص 2 زائد 2E زائد 5 ناقص 2E على 2 وتساوي 3 على 2 ونسق قطر الضائرة R يساوي A, C على 2 ويساوي طويلة ZC ناقص ZA على 2 ويساوي طويلة 5 ناقص 2E زائد 2 ناقص 2E على 2 وتساوي 7 ناقص 4E طويلة على 2 وتساوي 7 مربع 49 زائد ناقص 4 مربع 16 على 2 ويساوي جدل 65 على 2 وبالتالي تكون معادل الضائرة غاما من الشكل X ناقص 3 على 2 مربع زائد Y مربع يساوي 65 على 4 السؤال الثالث لدينا جيد تحويل نقاطي يرفق بكل نقطة AN من المستوي ذات لاحقة Z النقطة AN فتحة ذات لاحقة Z فتحة بحيث Z فتحة يساوي EZ زائد 6 زائد 2E ألف تحديد نوع التحويل G وعناصره المميزة لدينا العبارة المركبة للتحويل G من الشكل Z فتحة يساوي AZ زائد B مع A يساوي E وطاويلة A تساوي 1 وبالتالي التحويل G هو ضواران زاويته تيطا حيث تيطا تساوي عمدة A وتساوي عمدة E أي B على 2 أما مركزه النقطة ذات اللاحقة B على 1 نقص A حيث B على 1 نقص A يساوي 6 زائد 2E على 1 نقص E وبضرب البص والمقام في مرافق المقام وهو 1 زائد E نجد 2 زائد 4E أي يساوي زائد B ومثالي مركز التحويل G هو النقطة B تعيين لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحويل G نعود لاحقة النقطة A في التحويل أو العبارة المركبة للتحويل G نجد زائد D يساوي E زائد A زائد 6 زائد 2E وتساوي E في ناقص 2 زائد 2E زائد 6 زائد 2E وتساوي 4 أي زائد D يساوي 4 السؤال جيم ويطلب منا أنه بين أنه يوجد تحاكن A مركزه B يحول النقطة D إلى C يطلب تعيين نسبته نعلم أن كل تحاكن في المساوي يعبر عنه بالشكل Z يساوي ألفا زائد زائد بيطا حيث ألفا عدد حقيقي يختلف عن الصفر والواحد وبيطا عدد مركب كيفي إذن زائد فتحا يساوي ألفا زائد زائد بيطا بما أن التحاكي H يحول D إلى C إذن Z يساوي ألفا زائد زائد بيطا ومركزه النقطة B إذن صورة B هي B إذن Z B يساوي ألفا زائد بيطا وبطرح طرف لطرف نجد ZC نقص ZB يساوي ألفا في ZD نقص ZB أي ألفا يساوي ZC نقص ZB على ZD نقص ZB وبالتعويض نجد ألفا يساوي خمسة نقص تنين E نقص تنين نقص ربعة E على ربعة نقص تنين نقص ربعة E ويساوي ثلاثة نقص ستة E على تنين نقص ربعة E وبأخت ثلاثة كعمل مشترك في البسط نجد ثلاثة في واحد نقص 2E واثنين كعمل مشترك في المقام نجد ثلاثة في واحد نقص 2E أي ألفا يساوي ثلاثة على ثلاثين ومنه نسبة تحاكي H هي ألفا يساوي ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة عدد حقيقي يختلف عن صفر و وهذا حل منظم يوضح كافة العمليات التي أجريناها لإيجاد قيمة ألفا حيث ألفا يساوي 3 على 2 بما أن ألفا قلنا عدد حقيقي غير معدوم ويختلف عن واحد فإن التحويل هو تحاكن نسبته 3 على 2 السؤال دال ويطلب منا تحديد نوع التحويل H دائرة G وعناصره المميزة لدينا G دوران مركزه B وزاويته B على 2 وH تحاكن مركزه B ونسبته 3 على 2 إذن التحويل النقاطي H دائرة G هو تشابه مركزه النقطة B ونسبته 3 على 2 وزاويته B على 2 حسب المبرهنة الخاصة بتركيم دوران وتحاكن التي رأيتموها في الدرس وهكذا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته